تعال نروح لتمويل الفلاح المصري إذا قدر أعمل حزمة تمويلية للفلاح المصري وتبقى شديدة اليسرى عليه عندي أكتر من 6 مليار جنيه سنوياً لتمويل محاصيل بفايدة 5% 5% دي فايدة ما بقتش موجودة في الدنيا بالمناسبة حتى عند أمريكا الفوائد بقت 5.5 و 5.6 و 18 و حاجات زي كده تعال نشوف 7% دعم بتتحمل الدولة من هذا التمويل بما يعادل أكتر من نص مليار جنيه سنوياً 500 مليون جنيه كل سنة طب بيستفيد قد إيه من هذا التمويل 600 ألف مزارع وفلاح وعندنا بقى مبادرات أيضاً لتأجيل الأقصات وإعادة الجدولة وإعفاء أيضاً المتعثرين بيستفيد منها حوالي 300 أو استفاد منها بالفعل 330 ألف مزارع كانت المديونية تقريباً حوالي 9 مليار يا سيدة يا كرام لو أنت عاوز تعرف مصر بتقدم إيه لمزارعيها ولفلاحيها طب تعال نشوف المشروعات الممولة بمنح وأيضاً بقروض بالتعاون مع شركاء التنمية عندي 96 مشروع تنموي زراعي تم تمويلهم من دول ومؤسسات خلال 4 سنوات فاتوا بحوالي 14.5 مليار جنيه طب المشروعات دي عبارة عني بنتكلم على استصلاح أراضي بتكلم على تأهيل بحيرات بتكلم على توسيع البواغيز والله العظيم 3 مصر ما تدب فيها مصمار في بواغيزها وبحيراتها من بالضبط الجديد العشرية الأولى في القرن العشرين تخيل يا راجل ييجي 110 سنة محدش لمس البحيرات المصرية طيب طبعاً اشتغلنا على الصواب الزراعية بالإضافة بقى قليات الرأي الحقلي كل اللي احنا كنا بتتكلم فيه من شوية ان احنا بقى فيه عندنا رأي حديثي بقى فيه عندي دعم لصغار المزارعين إلى آخره عندي قاردة حلوة قوي اسمه باب رزق ده عاملوا البنك الزراعي المصري باب رزق ده عبارة عن 50 ألف جنيه تمويل كان زمان 10 ألف خليناه 50 ألف ومش بس كده تحصل كمان على وثيق التأمين مجانية لا تدفع أقصتها دي اللي بيتحملها البنك الزراعي طب الهدف ايه اه أنا عاوز الناس اللي بتربي طيور اللي بتربي أغنام اللي بتربي ماعز إلخ إلخ من الناس اللي على قد حالها علشان يقدروا يشتغلوا فيه تجارة المنتجات الزراعية والحيوانية